بسم الله الرحمن الرحيم هل يوجد عطلة يوم غد الأحد المصادف 10-11-2019 هذا السؤال يمكن نطرحها ملايين ناس بهاي اللحظة أول شيء عندنا الثلاث أسباب للعطلة على موت باشا رح نناقشها هسا أول سبب أنه أنه ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسب غوايات الشيعة باشا لكن إحنا بالعطلة إش نعتمد؟ نعتمد على غوايات السنة وإلي أنه العطلة يوم السبت يعني اليوم 19-11-2019 هي العطلة وليس باشا فبالناحية ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوام مجلس الوزارة على التلفزيون وعلى كل القنوات اضطاها دوام عسمي بدون أي نقاش نقابة المعلمين أيضا دوام والأضغاب سويته حد يوم الخميس وقطعته حتى الآن ما جديدت الأضغاب من باتشغ يعني ما أطلت أنه يوم 10-11 أيضا أضغاب أو تكميل الأضغاب للاسبوعين السابقين المدارس اليمنى داومت يعني كمحافظتي محافظة ذيقة المدارس التي داوم السبت وهي الأهليات التي كانت مشتركة بالأضغاب السابق داومت اليوم دوام رسمي فحد هذه اللحظة أنه باتشغ الأحد هو دوام رسمي دون أي نقاش وإذا أصدرت نقابة المعلمين قاعدة أنه باتشغ عطلة إن شاء الله أنزل لكم بالقناة بس حاليا الأحد دوام رسمي واستكمال العام الدراسي الجديد 2019 ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا